اهلا ومرحبا بكم في قناتي شكرا لتسجيلكم بقناتي درت الخبز نتاع السميد وغادي نشارككم طريقة اللي درتها غادي نقول لكم مش حال المقادير طريقة والمقادير درت فيهم زوج زوج فاري اه طحين فارينا نتاع البيض من بعد سميد زوج فارينا واحد نتاع السميد ولكن ماشي غامر نتاع السميد الرقيقة اذا فها هو درت واحد زلافة نتاع دقيق البيض ومن بعد هاداك الخاليط مثلا درت هنا يا عشرة جرام 15 يقدر يكون 12 جرام هكذاك نتاع الخميرة الطريقة ضفت لها مهم دوبتها شوية في الماء ومن بعد ضفت لها شوية ذاك من ذاك الدقيق اللي غادي نعجنو به شوية سميد شوية دقيق يقدر ثلاثة احتى ربعا نتاع المعالق من بعد نضيف لها ذاك الدقيق نضيف له الملح ملقة صغيرة ولكن هنا ما غاديش نضيف له المعلقة صغيرة اه انتاع الملح اذا فنخليوه حتى يخمر هاداك هي اللي كيقول لها العجينة السحرية مثلا اه كاسميتها الاسفنج لان هاداك هي اللي كتخمر الخبز اذا فاضفت من بعد من اللي خمرت هاداك كما يقولوا العجينة السحرية هاداك تقدر تخمر جوج مرات انا خمرتها غير من روصة في تقدر حتى انها خمرت هكذا غادي نقدروا نحركها ولكن انا غيخليتها هكذا كوصفي اذا فاضرتها ضفت لها لها ذاك الدقيق وديك السميد والربعان نتاع المعلقة الصغيرات نتاع الحليب وواحد معلقة صغيرة نتاع الملح يعني يزوج الزلافات نتاع الطحين البيض واحد زلافة نتاع السميد ماشي دايرة عمرا اذا خلطتها هكذاك من معلقة من بعد صفي خليتها تعجن اذا خلينا هادا عجنه سواء نقدر نعجنها في الالة العجن او لن عجنها بليد دين وهذا من اللي غادي تكون عندنا العجنة سوف نديروا لها واحد معلقة كبيرة تاع الزبدة من بعد نعجنها نعجنها مزيان مزيان باش تندمج هديك زبدة مزيان مزيان وحتى العجنة تكون مزيانة اذا فالعجنة هاكيكة تكون تكون لسقة تكون لسقة عجنة شوية ماشي بالزايف ولكن تكون شوية بعدها ومن بعد من اللي غادي ترتاح نعجنها عاود ومن بعد من اللي غادي نعجنها غادي نطويها كما شفتوا هذا في مثلا البارح او الفيديو السابق يعني طويتها هكذا على شكل محل مربع ومن بعد نطويها هاكذا نجبدها ونطويها ومن بعد يعني كل شو هديك الجواري بدخلهم في الصندق هذا بحل نطويها الصندق في المركز ومن بعد صافي نعجنها كويرة ونخليها عاود تخمر من اللي صافي غادي تخمر صافي درتها واحد الاناء يكون فيه المدى فيه باش نسهل ها التخمر لان البرودة فصل الشتاء اذا فدرت شوية دريت هذك هذي صافي خمرت درت شوية على طاولة العمل شوية دقيق شوية السميد وقلبت ديك العجينة كيما كتشوفوا في فيديوهات اللي كان ديرهم نقدره انا راي كنت سهلت وصافي باش ضغيها باش لانك يكون العجينة صافي ما اه مهم هكذا قطعتها قطعتها هكذا ومن بعد صافي نديرها كويرة ونقطعوا الاخرين كلهم كلهم اللي ابغيناك مرة واحدة غيرو شنو هي باش ما تلسقش ذيك العجينة باش ولا بود يكون دقيق باش ما تلسقش لانا كتكون لسقه من بعد هكذا ونديرها في السميدة حتى الى انشكلوا كل شي الكويرات كلهم كان نشكلهم ومن بعد نقطعوا عاود هكذا مثلا ها قطعتها وقرستها شوية كلهم نقرسوهم شوية ومن بعد نجمعوا كل شي الجوانب باش نديروا واحد الكويرة وهديك الكويرة نديروها شوية في الدقيق اه في السميد سميدة رقيقة من بعد صافي نديروها كويرة كويرة حتى نكمله صافي كل شي الكويرات ومن اللي غادي نكملوك الكويرات صافي غادي نقرسوهم شوية نقرسوهم هادو هادا مش بحل الخري اللي كان ديرهم غير هكذا كوصافي هادا نقدر نديرها غير هكذا صافي ولكن ما نقرسهاش يعني غا نجمعها صافي بلا ما نخرج من هاداك لهوا ولكن هادي لا هادي قرستها شوية ومن بعد درتها كويرات ومن اللي درتها كويرات صافي قرستها من اللي قرستها اه قطعتها اه درت لها شوية زيت زيتون دهنتها شوية بزيت زيتون ودرت عليها سميد. رشيت عليها شوي سميد. ومن بعد قطعتها كي ما بغينا نقطعوها نقطعوها. مثلا زائد او لا نديرو لها شرطات او لا كيف ما بغينا. مثلا إلا بغينا حتى ندريو عليها الدقيق حتى لتالي حتى لتالي ونشرطوها بحل مثلا بلا لام. مثلا هادي درتها هادا كانت عاد ما خمرتش. قطحها مزيان مزيان باش حتى يدخل ديك الموس اه في الداخل العجينة. وهكدا انا يا كنت سخنت الفران وخليته يسخن شوية غي شوية وصافي وطفيتو باش يسهل تخمير. من بعد صافي سخنت شوية عود الفران حتى خمرو حتى خمرو. من بعد سخنت الفران ودرتهم يطيبو في الول تحت الفران ومن بعد الفوق. اه في الفران وحتى تحمرت. يعني بدأت تحمر صافي طلعتها الفوق باش تحمر. وهدي اللي كنتشوفها رشيت عليها الدقيق. هدا هي اللي قلت لكم حتى تخمر. ومن بعد نتقدروا الرشع عليها الدقيق. ومن بعد نديرو لها هكدا شوية بلالام. هكدا. وهكدا كتكون. هكدا كتكون اه هدا ملح تايب بردوعة نقدر نفتحوهم. الى فسرت فسرت المبتدئات مثلا. وهكدا كتكون اه في الدخل العجينة. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة. شكرا